بسم الله هنشرح في الفيديو ده درس الدوائر الكهربية البسيطة طيب في الفصل اللي فات كنا اتكلمنا عن الدوائر والطيار بشكل عام وكنا لما احنا بشكل بسيط وسريع عن ان الدوائر الكهربية يا اما دوائر توالي ويا اما دوائر توازي طيب تعالوا نتعمك شوية في يعني ايه دوائر توالي وايه الخواص بتاعتها ويعني ايه دوائر توازي وايه الخواص بتاعتها. فتعالوا لو نفتكر كده. في الاول عشان نفتكر الطيار الكهرابي كان عبارة عن ايه? او الدايرة الكهربية. فكنا بنقول ان بيبقى عندك بطارية البطارية دي بتدخل فيها الالكترونات بتاخد طاقة تطلع منها ليها طاقة اكبر. فبنقول ان البطارية دي بتعمل فرق جهد. ولازم لو انت وصلت البطارية دي ببعض بسلكين كده السلك ده ينفجر او هيحصل شرارة. فقلنا ان لازم فيه جزء من الدايرة لازم يبقى فيه مقاومة او جهاز بياخد الطاقة من الشحنات ديت ويحولها الطاقة مفيدة من استفاد بيها زي المصباح وزي اي حاجة تاني. وبعد كده الالكترونات تيجي بتطاقة ضعيفة تخش وتاخد طاقة وهكذا. طيب. اول نوع من الدوائر هي دوائر التوالي. كنا قلنا ايه? عبارة عن ايه? تعرفها? هي الدوائر التي لا يكون فيها للطيار سوى مصار واحد. يعني ايه? يعني الطيار بيطلع من مصدر الطاقة او مصدر فرق الجهد. بيمشي في الدايرة كلها هيدخل في اول جهاز. ما فيش قدامه سكة غير انه يطلع منه. ما فيش قدامه سكة غير انه يخش في المقاومة التانية. لغاية لما يرجع للبطارية تاني او مصدر ما كانش قدامه غير مصار واحد يمشي فيه. فبنسمي ان المقاومات دي متوصلة مع بعض على التوالي. جميل. ايه الخواص بتاع الدوائر التوالي? واللي هنقول عكسها بالزبط في دوائر التوازي. فتعالوا نعرف خاصيتين مهمين في كل دايرة. وبعد كده تعالوا نفهمهم بالعقل والمنطق. دوائر التوالي اول خاصية فيها ان شدة الطيار بتبقى ثابتة او ليها قيمة واحدة في كل جزء من اجزاء. يعني ايه? يعني لو انت حطيت تلاتة اميتر في اجزاء متفرقة من الدايرة هتلاقيهم كلهم قريين نفس شدة الطيار. طب ده بسبب ايه? طيب. مش احنا عارفنا قاعدة او قانون حفظ الشحنة. طيب. الشحنة الكهربية اللي طلع من هنا. وليكن في خمسة امبير. الامبير دول اللي هم عبارة عن ايه? خمسة كولوم في كل ثانية. مش الخمسة كولوم هم اللي خشولي. في المقاومة الاولانية. وهم اللي بيطلعوا منها. وهم اللي بيخشوا في المقاومة التانية. وهم اللي بيطلعوا منها. فالشحنة. محفوظة. فطالما نفس الشحنة دخلة كل مقاومة بالتساوي وموجودة في كل الدايرة بالتساوي. فعشان كده بنقول ان شدة الطيار بتبقى ثابتة. فليه شدة الطيار ثابتة في دوائر التوالي? لان الشحنة الكهربية لا تفنى ولا تستحدث من عدم. طيب وبما ان الشحنة الكهربية مفيش قدامها غير مصار واحد تمشي فيه. فعشان كده نفس كمية الشحنات بتدخل وتخرج من كل عنصر من عناصر الدايرة. طيب فاول حاجة نفهمها او نعرفها ان الاي بتبقى ثابتة في كل جزء من اجزاء الدايرة. تاني حاجة ان فرق الجهد هو اللي بيتجزق. افتكروا الكلمتين دول كويس جدا. يبقى في دوائر التوالي شدة الطيار ثابت الدلتا فيه بتتجزق. يعني ايه الدلتا فيه بتتجزق? تعالوا نفهمها بالمنطق ونفهمها بالكلام العلمي. دلوقتي الدلتا فيه بتاعة المصدر ده. يعني لو انت جايب بطارية وليكن عشرة فالت. فاتفقنا ان الالكترونات هنا بتبقى طاقتها ضعيفة. بتخش بتاخد طاقة. فبتطلع طاقتها اعلى. وليكن هنقول ان هي شايلة طاقة بمقدار عشرة فالت. هتخش المقاومة الاولانية دي. مش هيحصل لها ممنعة. يعني اللي كان جايب عشرة فولت ده. مش هيحصل له ممنعة. فهيفقد جزء من طاقته ده. خلال المقاومة دي. اللي احنا بنقول عليها ان المقاومة هتاخد جزء من الطاقة الكهربية اللي في الالكترونات ده. وتبدأ تحوله الطاقة احنا محتاجينها. فهتفقد وليكن جزء من الطاقة هنا وليكن اربعة فولت. طيب هتمشي وتكمل معاها ستة فولت. هتخش المقاومة التانية هتلاقي ممنعة قدامها. فهتفقد الطاقة اللي جواها فيها. فبيحصل لي فرق جهد ما بين طرفي المقاومة. يعني داخل هنا بستة فولت. طلع لي من غير فولت. او بنقول يعني طاقته قليلة. اكيد مش بيبقى زيره خالص. فبنقول ان في فرق جهد حوالين المقاومة دي. ستة فولت. وفرق جهد حوالين المقاومة دي. اربعة فولت. فعشان كده بنقول ان الجهد بيتجزق في دايرة التوالي. طب تعالوا نقولها بطريقة تانية. احنا عارفين ان القدرة ايه هي القدرة? اي جهاز بيبقى ليه قدرة? اللي هي ايه? معدل تحويله للطاقة. اللي هي ايه برضو? ان البي بتساوي الاي في الفي. فكل مقاومة من دول بتحول الطاقة? بالقانون ده. فافهم افهم من كده. ان معدل تحويل كل جهاز للطاقة يعني ايه? يعني كمية الطاقة اللي بياخدها وبيحولها بتعتمد على شدة الطيار. وعلى فرق الجهد. طب واحنا بنقول ان شدة الطيار سابتة في دايرة التوالي. فلما يبقى عندي جهازين كل واحد ليه قدرة مختلفة. وليكن المايكرويف ده قدرته الف واط. والتلفزيون ده وليكن قدرته ميت واط. فافهم من كده ايه? البي بتساوي اي في في. واحنا بنقول ان شدة الطيار سابتة. فافهم من كده ان كل جهاز بيعمل لي مختلفة. فعشان كده بنقول ان القدرة بتعتمد على الطيار وفرق الجهد. واتفقنا ان الطيار لا يتغير. فافهم من كده ان كل عنصر ليه قدرة مختلفة. فبيعمل لي فرق جهد مختلف. واتفقنا ان فرق الجهد بيساوي اي في ار. وقلنا ان الاي سابتة. فمعنى كده ان فرق الجهد اللي بيمثله كل كل جهاز بيعتمد على مقاومته. ففي الاخر بنقول ان فرق الجهد بيتجزى وبيتجزى على اساس المقاومة. عشان كده لو عايز تجيب فرق الجهد على اي مقاومة في دايرة التوالي. هو القانون ده سابت دلتة فيه بتساوي اي في ار. لكن لو انت عايز تجيب الدلتة فيه على الجهاز واحد او المقاومة الاولى هتضرب الاي اللي هي سابتة. في قيمة المقاومة. فبنضرب الطيار اللي موجود في الدايرة اللي هو سابت في اي حتة. عشان كده ما بنحط لهش واحد او اتنين او تلاتة هو اي. بس في قيمة المقاومة المفردة اللي انا عايز اجيب فرق الجهد عليه. طيب ونفهم من كده ان العشرة فولت اللي الالكترونات دي اخدتها اكيد هتفقدها في في الدايرة. فاكيد العشرة فولت دول هيتوزعوا على المقاومتين دول. لو كان في مقاومة تالتة كانوا هيتوزعوا على التلاتة. فعشان كده بنقول ان فرق جهد المصدر بيساوي ايه? بيساوي مجموع قيم فرق الجهد عبر عناصر الدايرة. يعني دلتة فيه البطارية او المصدر بيساوي دلتة فيه على المقاومة الاولى وفرق الجهد على المقاومة التانية. وعلى حسب عدد المقاومات هيتوزع عليه. طيب لو انا عندي دايرة بالشكل ده وعايز عندي مقاومتين مثلا وليكن اربع اوم وستة اوم وعندي فرق الجهد عشرة فولت فانا عندي طيار طالع هيبدأ يخش في مقاومة ونفس الطيار هيخش في مقاومة تانية ويرجع لي تاني لو انا قلت لك عايز اشيل المقاومتين دول خالص وحط مكانهم مقاومة واحدة بس هتحط لي مقاومة مقدارها ادي بالضبط مش نفس الطيار دخل حصل له اعاقة هنا وهو اللي طلع وهو هو اللي حصل له اعاقة هنا فمجموع الاعاقات او المقاومات اللي حصلت له هي مجموعهم فلو عايز اشيل الاتنين دول هحط مقاومة واحدة مقدارها كام بالضبط مقدارها 10 اقوم مجموع المقاومتين فده اللي بنسميها المقاومة المكافئة يعني ايه المقاومة المكافئة يعني المقاومة اللي لو شلتها لو شلت كل المقاومات اللي في الدايرة وحطيت مقاومة واحدة بس مكانهم هتعمل لنفس الدور ايه هو نفس الدور ان يمر فيها نفس الطيار يبقى قيمة المقاومة التي اذا وضعناها بدل من جميع المقاومات في الدايرة هيمر فيها نفس الطيار ففي دايرة التوالي قلنا لان الطيار هو اللي بيمشي في كل مقاومة فمجموعة المقاومات اللي بيقابلها هي دي هتبقى المقاومة المكافئة فالمقاومة المكافئة بنجيبها بار واحد زادار اتنين وهكذا طيب فشفنا هنا ان قيمة المقاومة المكافئة عشرة والمقاومتين كانوا اربعة وستة فافهم كده ان قيمة المقاومة المكافئة بتكون اكبر من قيمة اي مقاومة مفردة كانت موجودة طب ليه بنقول دي؟ لان هنقول عكسها بالزبط في دائرة التوازن عشان كده بنقول لو ما تغيرش جهد البطارية وضفت اي جهاز في الدائرة على التوالي ده هيعمل ايه في المقاومة المكافئة؟ هيزودها وبالتالي هيعمل ايه في الطيار؟ هيخفض قيمة الطيار لان الار بتتناسب مع الاي علاقة عكسية فلما بتزود اي جهاز فانت بتزود المقاومة وبالتالي شدة الطيار بتقل فعشان توجد الطيار المار في دائرة التوالي بتعمل ايه؟ بتقسم دلتا في توتل اللي هي بتاعة المصدر على الار توتل اللي هي الار المكافئة او دلتا في على مقاومة معينة على قيمة المقاومة دي لان شدة الطيار المار في اي مقاومة بيسوي شدة الطيار المار في الدائرة كلها طيب عندنا نوعين او تطبيقين من التطبيقات على دائرة التوالي زي ما احنا اتكلمنا ان فرق الجهد البطارية ده بيتجزقلي على المقاومات اللي موجودة في الدائرة فاحنا استخدمنا الكنسب تدوت في جهاز مهم عبارة عن ايه؟ احنا دلوقتي بيجي لنا فرق جهد كبير اوي من شركة الكهربا طيب انت الموبايل بتاعك عشان يشحن محتاج وليكن اتنين فولت بس لو انت وصلت له مباشرة فرق جهد كبير زي ده هيعمل ايه؟ الجهاز مش هيستحمل ويبوز طيب لو انت جبت بطارية اللي هي بتاعت حجر ريموت او كده دي بتبقى حوالي واحد ونص فولت مسلا وجيت ركبتها وعايز تشحن موبايل هل هيشحن؟ لا مدتلوش الطاقة اللي هو محتاجها طب اعمل ايه؟ هنستخدم الطيار اللي جاي من شركة الكهربا عادي ولكن هحتاج ان انا استخدم حاجة اسمها مجزق جهد يعني انت عايز اتنين فولت بس؟ اه الموبايل بتاعه محتاج اتنين فولت بس وانا جايلي وقال ليكن ميتين واربعين فمحتاج حاجة تاخد ميتين تمانية وتلاتين فولت وتعديلي بس الاتنين فولت اللي انا محتاجهم للموبايل فهي دي هتفكرة مجزق الجهد هو نوع من انواع دايرة التوالي باستخدمه امتى؟ باستخدمه عشان اولد مصدر لفرق الجهد اقل من فرق جهد البطارية او المصدر بتاعي فبنقول لو تم توصيل الجهاز بفرق جهد اقل من مطلوب مش هيشتغل ولو تم توصيله بفرق جهد اكبر من مطلوب هيؤدي الى اتلافه عشان كده بجزق جهد الدايرة الاصلي عشان يناسب جهد الجهاز اللي انا عايز اشغاله عن طريق ان انا اختار مقاومة مناسبة تعمل لديلتا في مناسبة وتعديل الدلتا في اللي انا محتاجها للجهاز بتاعي طيب طيب فهنا نفس القوانين اللي احنا بنستخدمها عادي ولكن هو حطها في قانون واحد يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اعرف الار اللي انا هحطها مع جهاز عشان اوصله الدلتا فيه اللي انا عايزها فبنقول ان شدة الطيار الكلية بتساوي دلتا فيه المصدر على الار اللي انا عايزها على الار بتاعة الجهاز بتاعي انا عارفه طيب وانا عارف ان الدلتا فيه بتاعة الجهاز اللي انا عايز اشغله بتساوي الاي الكلية في المقاومة بتاعته فهبدأ اشيل الاي ديت وحط مكانها القانون دوت فحط دلتا فيه مصدر على ار واحد زائد ار اتنين في ار اتنين فلو انت عايز فرق جهد معين وعايز مقاومة تعرف هتوصل معا مقاومة ادي فبمعرفة فرق الجهد ومقاومة الجهاز بتاعك وطبعا فرق جهد المصدر اللي جاي لك هتقدر تجيب الار واحد او يجيب لك اي مسألة فيها مجهول واحد من دول وانت تجيب وانت بتبقى عارف الباقي طيب فاكرين الفاصل اللي فات لما قلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها مقاومة متغيرة وكنا بنسميها ريو ستات كنا بنتحكم في المقاومة بطول السلك لو انا جبت النقطة المنزلقة دي عند بداية المقاومة فانا كده زودت طول السلك فزودت المقاومة في الدايرة لو انا عايز اقلل المقاومة كنت بقلل طول السلك فالجزء اللي بيبقى داخل معايا في الدايرة بس هو ده فبقلل الطول فبقلل المقاومة عندنا هنا نوع برضو من المقاومة المتغيرة ولكن بيعتمد مش على طول السلك بيعتمد على الضوء الساقط عليه اسمها المقاومات الضوئية فالمقاومات الضوئية ديت هي عبارة عن مستشعرات متغيرة المقاومة زي سنسورز كده بتعمل ايه مقاومتها بتتغير على حسب ايه كمية الضوء الساقط عليه لما يسقط عليها ضوء مقاومتها تقل لما تحجب عنها الضوء مقاومتها تزيد فبتقل لمقاومتها بسقط الضوء عليها فبتبقى مقاومتها حوالي ربعمائة اوم لكن لما يكون في ظلام او تحجب عنها الضوء مقاومتها بتكون اعلى ما يمكن بتوصل لربعمائة الف اوم يعني لما يسقط الضوء هتلاقي ان فيه طيار يعدي لما تحجب الضوء عنها هتلاقي الطيار يقل جدا ويصل للصفر فبنقول المقاومات الضوئية دي بنستخدمها في دايرة مع مجزق جهد. يعني ادي المقاومة ضوئي. على حسب الضوء اللي اللي نازل. يعني لو الضوء كبير. فمقاومته هتبقى قليلة. ففرق الجهد عليه هيبقى قليل. فمجزق الجهد ده هيطلع فرق جهد كبير. لان انت جهد البطارية ثابت. يعني وليكن لو ده عشرة فالضوء سقط كتير فالمقاومة قليلة فالدلت فيه على دوت هتبقى اتنين فولت. فالدلت فيه اللي طلعه لي مجزق الجهد هتساوي تمانية. طب العكس لو انت حجبت الضوء فالمقاومة زادت. فالدلت فيه هنا هتزيد. فالباقي بتاعها هيبقى هنا. وهكزا. فبنقول الدايرة اللي بيبقى فيها مجزق جهد مع مقاومة ضوئية بتسمى جهاز قياس شدة الضوء. الجهاز ده بيبقى فيه دايرة الكترونية بتستكشف فرق الجهد وتحوله لقياس لكسافة الضوء. وبنتقدر نقراه على شاشة عرض رقمي. فعشان كده بنقول ان الجهد الناتج من مجزق الجهد بيعتمد على بالضبط. الضوء الساقط على المقاومة ضوئية. لان بيأثرلي في المقاومة وبالتالي فرق الجهد وبالتالي فرق الجهد الباقي بيعتمد على الضوء. طيب في المسائل في كزا ملحوظة كده. اعرفوا الملحوظات ديت هتساعدكو في حال المسائل. لما جهاز بيتلف. فده بيؤدي الى ان مقاومته بتبقى اعلى ما يمكن. وبالتالي بيمنع سريان الطيار في باقي دائرة التوالي. ودائرة الكسر دي هنقولها كمان شوية او في الفيديو الجاي. ان شاء الله. طيب. النوع التاني من الدوائر هنقول عكس كل اللي احنا قلناه. بكل بساطة. دوائر التوازي هي عبارة عن ايه? هي الدوائر الكهربية اللي بيكون فيها العديد من مسارات الطيار. زي الدايرة دي. الطيار طالع من هنا. بدأ يبقى قدامه سكتين. جزء هيتجزق هنا وجزء هنا. بدأ يبقى قدامه سكتين هيتجزق هنا وهنا. ويبدأوا يتجمعوا تاني كلهم هنا. ويرجع وهكزا. فنفهم من كده ان دائرة التوازي مين فيها بيتجزق ومين فيها سابت? تعالوا نشوف. السابت او اللي بيتجزق? واضح ان هو شدة الطيار. يعني لو طلع لي عشرة كولوم من هنا كل ثانية. وبالتالي هيتجزق لي شوية هنا. وليكن تلاتة كولوم. وهنا اتنين كولوم. وهنا الباقي. فشدة الطيار بتتقسم. فبنقول ان الطيار الاجمالي في الدايرة بيساوي مجموعة طيارات المرة في كل ما صار. فهنا شدة الطيار هي اللي بتتجزق. طيب فرق الجهد هو اللي سابت. ليه? تعالوا ناخدها بالمنطق. انا دلوقتي البطارية دي بتعمل لي فرق جهد عشرة فولت. يعني الالكترونات الدخلة هنا بتطاقة قليلة. طلعها لي هنا بتطاقة كبيرة. وصلت هنا بتطاقتها الكبيرة. طب لما بدأت تتوزع. هل لقيت ممنعة فيها تفقد جزء من طاقتها? لأ. هو بس بدأ يتوزع لي. الطيار. ولكن الطيار ده بنفس الطاقة الكبيرة. يعني فرق الجهد. يعني الجهد هنا. على دخول كل مقاومة. الالكترونات دخلة بطاقة كبيرة. وبتعدي من كل مقاومة. وتفقد طاقتها. وبالتالي فرق الجهد. على كل مقاومة. متساوي. وفي حالة ان ما فيش مقاومة هنا قبل ما قبل ما يتوزع الطيار. فبنقول ان فرق الجهد على كل مقاومة بيساوي فرق جهد المصدر. لان الالكترونات دي. اللي طاقتها قليلة. هي اللي طالع من كل مقاومة. واللي طاقتها كبيرة هي اللي دخلة كل مقاومة. فالفرق ما بين الجهد بتاع الالكترونات ما بين كل مقاومتين. هو هو فرق جهد البطارية. طيب. فعشان كده بنقول لو عايزين نلاقي شدة الطيارة عبر كل مقاومة. هنعمل ايه? الاي بتساوي دلتا في على ار. طيب ايه اللي مختلف عندي? الار. فلو انا عايز اي على مقاومة معينة. هقسم الدلتا في اللي هي ثابتة على قيمة المقاومة دي. طيب. تعالوا. واللي يكون نفترض قيمة. لو المقاومة دي باربع قوم. والمقاومة دي بخمسة قوم. والمقاومة دي بواحد قوم. تعالوا نجيب الطيار. الطيار بيساوي عشرة على الاربع يعني اتنين ونص. عشرة على الخمسة يعني اتنين. عشرة على الواحد يعني عشر. فشدة الطيارة الكل هتساوي ايه? اتنين ونص. واتنين اربعة ونص. وعشرة اربعتاشر ونص. فلو جيت قلت لك شلي بقى كل المقاومات دي وحطيلي مقاومة واحدة. ايوة بالزبط. يعني عايزين بلغة الفيزياء المقاومة المكافأة للمقاومات المتصلة على التوازي. يبقى هي المقاومة اللي لو شلت كل المقاومات في الدايرة وحطيتها هتعدي لنفس الطيار. طب لو جبناها من القانون الار بتساوي الفي على الاي وفي المصدر اللي هي عشرة. والاي اللي هي شد الطيار الكل اربعتاشر ونص. فلو اسمنا عشرة على اربعتاشر ونص. هنلاقيها بحوالي بوينت سبعة. ايه ده انت متأكد من الرقم ده? هشيل مقاومة واحد ومقاومة خمسة ومقاومة اربعة والمقاومة المكافأة لكل دول مع بعض هشيلهم وحط مقاومة اقل من اقل مقاومة? اه بالزبط. المقاومة المكافأة لدوائر التوازي بتكون اقل من اقل مقاومة. طب اش معنى? تعالوا نفهم. تخيل دلوقتي في طريق في عربيات ماشية كده وعربيات ماشية كده. وفي حرة تالتة مفيش حد ماشي فيها عشان في طوب هنا مسلا ولا حاجة. طيب لما ابدأ افتح الحرة التالتة دي. ايه اللي هيحصل لتدفق السيارات? مش فيه عربيات هتيجي. فهلاقي ان تدفق السيارات هيبقى اسرع. فده نفس اللي بيحصل في مقاومات التوازي. مقاومة التوازي انت لو جيت زودت مقاومة هنا. فانت اي نعم بتزود مقاومة ولكن في نفس الوقت بتزود مصار اضافي للطيار. بدل ما كان قدامه تلت سكك بس هيمشي في سكة ربعة. فده بيزود لشدة الطيار الكلي. واحنا عارفين ان العلاقة ما بين الار والاي. علاقة عكسية. فلما الاي تزيد فقيمة المقاومة المكافأة لكل دول هتقل. يبقى ليه المقاومة المكافأة في دائر التوازي اقل من اي مقاومة مفردة? لان كل مقاومة جديدة بتضفها هي بتوفر مصار اضافي للطيار فده بيعمل ايه? بيزود شدة الطيار الكلي وفرق الجهد سابت. فبيقلل لي المقاومة الكلية. طيب. تعالوا نستنتق قانون المقاومة. مش احنا قلنا ان شدة الطيار الكلي بيساوي مجموعة شدة الطيار اللي ماشي في كل فرق. واحنا عارفين ان قانون شدة الطيار بيساوي على ولكن دي اللي انا عايزها. ودي شدة الطيار الموارف المقاومة واحد يبقى على المقاومة واحد. اثنين تلاتة. طيب مش احنا عارفين ان سابتة? يعني لو اخدت العامل مشترك من الطياتة دول هيبقى في وهنا واحد واحد واحد. طيب مش احنا بنقول ان الفي متساوية? فهيتبقى لي ايه? واحد على ار واحد على الار كلية بيساوي واحد على ار واحد زايد واحد على ار اتنين زايد واحد على ار تلاتة. يبقى خلي بالك. عشان اجيب الار كلية باستخدم القانون ده. فخلي بالك من النقطة دي كويس جدا. لو عندك تلات مقاومات اتنين واربعة وخمسة اقوم. عايز المقاومة متوصلين على التوازي. عايز المقاومة المكافأة ليهم. فهتيجي زي الشاطر تقوم عامل واحد على اتنين زايد واحد على اربعة زايد واحد على خمسة. وتيجي تقوم كاتب لي بقى الار المكافأة بوينت خمسة وتسعين. خلي بالك ما تستعجلش في الحل. انت كاتب القانون ده ان واحد على ار بيسوي المجموعات اللي انت عملتها. يبقى ده مقلوب الار. طب انا عايز الار نفسها. يبقى اما تدوس انصر السالب واحد. او واحد على انصر او اي امكان. هيطلع لك بواحد بوينت او خمسة اوم. فخلي بالك من النقطة دي ما تلغباتش فيها. طيب. نقطة مهمة. لو انا شلت مقاومة من المقاومات دي. وليكن هشيل المقاومة اللي فوق دي. احنا عندنا هنا اربعة اوم وخمسة اوم. لو انا شلت المقاومة دي. عايزكم توقفوا الفيديو عشر ثواني. وتفكروا ايه اللي هيحصل لحاجتين. شدة الطيار الكل هيحصل فيها ايه? وشدة الطيار المار في كل مقاومة هيحصل فيها ايه? طيب. لما انا شلت المقاومة دي. فتعالوا نرجع لطريق العربيات. تخيلوا بعد اما العربيات كانت ماشية في ثلاث سكك. جاي وسادد السكة دي تاني. ايه اللي هيحصل للطيار هيقل. يعني افهم من كده ان المقاومة الكلية بيحصل فيها ايه? بتزيد. فالمقاومة الكلية زادت. فالطيار هيقل. ايه ده? يعني انا لما لما بشيل المقاومة ده انا بشيل. كان عندي هنا مقاومة اتنين اوم شلتها. فزادت المقاومة الكلية. اه. في دايرة التوازي زي ما احنا شرحناها كده. وبالتالي شدة الطيار الكلية هيقل. طب ايه اللي هيحصل في الطيار في كل مقاومة? تعالوا نشوف. الطيار اللي ماشي في المقاومة قلنا بيتحسب ازاي? على قيمة المقاومة دي. طب هي المصدر دي تغيرت? لا. هل قيمة المقاومة دي تغيرت? لا برضه. يبقى الاي اللي ماشي في كل مقاومة هتفضل سبت. بخلي بالكم النوطة دي. لما بشيل احدى المقاومات متدايرة. الطيار هيفضل سابت في باقي المقاومات. ليه? لان الطيار اللي ماشي في المقاومة بيعتمد على فرق الجهد وقيمة المقاومة. والاتنين ما تغيروش. طب الطيار الكل ايه اللي بيحصل له? ده بيعتمد على فرق الجهد والمقاومة المكافأة الكلية. لما انا شلت مقاومة. لقيت المقاومة الكلية زادت في الطيار هيقل. طيب عندنا قاعدتين سهلين خالص في الاخر واحنا اصلا يعتبر ماشيين بهم في كل شرحنا. ايه هم قاعدتين كيروشوف? هم قاعدتين بيحكموا الدوائر الكهربية وبنستخدمهم لتحليل الدوائر الكهربية المعقدة. اول قاعدة هي قاعدة الحلقة. قاعدة دي بتقول ايه? ان لو انت بيدرب مثال يعني ان لو انت بدأ من هنا وفضلت تطلع جبل وتطلع مرتفعات وانزلت ورجعت تاني. فاجمال الارتفاعات اللي انت طلعتها بيساوي كام? بيساوي صفر. ليه يا عم ده انا طلعت وتعبت? لان انت بدأت من النقطة وانتهيت في نفس النقطة. فكل اللي انت عملته اكيد تلاشة تاني. اللي انت طلعته هنا نزلته هنا. فده اللي احنا كنا يسا بدقين بالفيديو. ان مجموعة الزيادة في الجهد الكهرابي في الدايرة. اللي هي البطارية. لما الالكترونات بتخش تطلع بطاقة زيادة. يبقى الزيادة في الجهد الكهرابي في الدايرة. بيساوي اللي انخفاض في الجهد في نفس الدايرة. اللي هو اللي الجهاز اللي انا حطه في الدايرة بياخد الجهد اللي هي اخدته من البطارية. او بنص تاني ان المجموعة الجابري اللي فروق الجهد عبر اي دائرة مغلقة يساوي صفر يعني العشرة فولت اللي هي اخدتها من البطارية زائد العشرة فولت اللي اخدتها اللي ادتها للمقاومة بيساوي زيرو طب القاعدة التانية بتقول ايه قاعدة الواصلة طيب اول قاعدة ديت نعرف ان هي بتصف الجهد الكهربي ومبنية على قانون حفظ الطاقة ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم فاللي انت هتاخده هنا لازم هتديه في الناحية التانية طب قاعدة الواصلة هي قاعدة بتصف الطيارات الكهربية ومبنية على قانون حفظ الشحنة ايه قانون حفظ الشحنة ان الشحنات لا تفنى ولا تستحدث من عدم فلما بييجي طيار يخش في واصلة ايه تعريف الواصلة هي نقطة عندها تلات سلوك او اكتر. فلما الطيار يخش في وصلة ايه اللي بيحصل له? هيتجزأ على الوصلات دي. او بمفهوم فيزيائي ان مجموعة التيارات الداخلة في وصلة يساوي مجموعة التيارات الخارجة منها. بس كده. بس كده. يبقى قاعدة الوصلة بتمص على مجموعة تايرات الداخلة عند وصلة. بساوي مجموعة تايرات الكهربية الخارجة منها. وكاتب لكم قانون القدرة. دي قانون القدرة هنستخدمها. القدرة ديت بيتقال عنها هي القدرة المبددة او القدرة بتدل على الحرارة اللي بفقدها في السلك او المقاومة المعينة. فكل لما البي زادت. كل لما حرارة السلك زادت. طيب. البي عشان اقارنها بالمقاومة. فلازم يكون الحاجة التالتة اللي معاهم في القانون سابتة. طب لو انا في داير التوالي هستخدم انه قانون من دول. الدلتة فيه في التوالي مش سابتة. فما اقدرش هستخدم القانون ده عشان مقرب ما بين البي والار. فهستخدم القانون ده. ليه? لان الاي سابتة. فلما اقول ان البي تسوي i تربيع في اار. فهلاء ان العلاقة ما بين البي والار. علاقة ترضية. فكل لما المقاومة تزيد كل لما البي تزيد. فكل لما المقاومة تزيد كل لما الحرارة اللي هفقدها في المقاومة ديت في صورة طاقة حارية هتبقى ازياد. طب في دايرة التوازي هستخدم انه قانون هستخدم ده البي تسوي دلتا في تربية على ار الدلتا في سابتة فهلاقي ان العلاقة ما بين البي والار علاقة عكسية فهلاقي ان كل ما الار تزيد القدرة بتقل فخلي بالكم النقطة دي بزيادة القدرة تزداد الطاقة المبددة في صورة الطاقة حيارية فالجهاز القدرته اقل بيعمل في درجة حرارة اقل نكتفي بهذا القدر والمرة الجاية ان شاء الله نشرح اللي علينا في المنهج من الدرس التاني اتمنى يكون الشرح بسيط واشوفكم على خير